الزنا، شرب الخامر، الغاصب، الظلم كل هذه كبائر هناك الكبائر المتعلقة بالقلب وهي أمراض القلوب أو آفات القلوب ويعني خير من كتب فيها حقيقة علماء التصوف وفي مقدمتهم الإمام الغزالي رحمه الله رضي الله عنه يعني شرح عجائب القلب ولكن هناك الكبائر الأخرى اللي هي يقع فيها عامة الناس وهي القتل وقدمتها القتل وعقوق الوالدين والزنا وشرب الخامر والتولي يوم الزحف يعني يوم الجهاد الهروب من الجهاد فعموما هذه الكبائر ما حكم من يرتكبها هل هو لا يرتكبها وهو مسلم ولا يخرج إلى الكفر ولا حالته إيه طيب إيه الإجابة؟ الإجابة هنا برضو معناش يعني مهمة أن نعلمها جميعاً هنا عندك سلاس ضوائف ضائفة اسمها الخوارج قدون من أيام سيدنا علي يكفرون بالكبيرة وذلك مرتكب الكبيرة كافر عند الخوارج إن لم يتب وإن لم وإن لم طيب دول جماعة عرفناهم تيجي للطبعاً أهل السنة معروفين ما شاء الله لا كافر ولا حتى تسمي هذا هو مرهون برحمة الله وغفرانه ومكفرته في الدنيا والآخرة ده من رحمة الله أنهم غالبية بغالبية طبعاً ما أطلق طبعاً لأن ده الحق ده المزهب الحق تيجي في مزهب ثالث اسم مزهب المعتزلة أو يعني برضو هما أخذ لبالك الخوارج من من كفرهمش حتى سيدنا علي لم يكفرهم قال لا أقول كذا وإنما هم إخواننا بغوا علينا كل ما فيها أنهم ناس بغاه بغوا علينا تيجي للمعتزلة برضو ما نقدرش نقول أنهم كنفار أبداً إسألة التكفير خطيرة واتفاقنا على ذلك يسمون نفسهم أهل العدل والتوحيد المعتزلة يعني زي ما تقول حضرتك في أمثلتنا ده وقف منتصف السلم قال والله أنا ما قدرش أقول علي كافر لأنه عنده إيمان بالله طيب أن سميه مؤمن قال ما ينفعش لأنه هو مرتكب للذنوب هو موحد بالله طبعا موحد بالله ده تعريفه طبعا ولكن لا يطلقون عليه اسم الإيمان طيب لأن الظنوب عنده سلبت هذا الإيمان ولا أسميه كافرا لأنه عنده أصل الإيمان يعني دول التوحيد التوحيد يعني عنده التوحيد فنفى عنه صفة الكفر وعنده الكبائر تنفي عنه صفة التوحيد فهم هكذا طيب نسميه إيه؟ قالوا نسميه فاسق 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 والفاسق طيب إيه رأيكم الفاسق إذا لي عذاب الوحد ولا حيروح مع الكفار في جهنم مع الكفار وحيروح مع المؤمنين في الجنة قالوا لا هو في منزلة بين المنزلتين فإذن آدي عندنا ثلاث مدارس اللهم أهل السنة أن مرتكب الكبير مسلم ومؤمن سميه عاصي سميه عاصي سميه فاسق سميه فاسق لكن مش فاسق بمعنى المعتزل المعنى المعتزل الفاسق هو الذي في منزلة بين المنزلتين ليه عذاب الوحد وبين الجنة وبين النار وهذا مذهب شاز رغم أن المعتزل فيهم عباقرة حقيقة لكن لما المنطلق يكون ضيق ما تقدرش تتسع بعد ذلك هتظل في هذا الضيق في كل مقولاتك التي تترتب على هذا المنطلق